مرحبا يا جماعة الخير فيديو مهم جدا 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 وتحذير للناس في كندا وفي أمريكا البارحة الأخبنة في سوالي منشن بالتك توك على هذا الفيديو اللي يظهر به هذا الشخص من حساب اسمه سيتي نيوز افريوير يتحدث عن اتفاق بين أمريكا وكندا أنه رفعوا شروط الفيزياء لأي شخص مقيم على أراضي البلدين بحرية التنقل بين البلدين يعني إذا أنت طالب إذا أنت طالب لجوء إذا أنت على تصريح عمل فتقدر تتنقل بين كندا وأمريكا بدون أي الحاجة إلى فيزا أو وثائق أو باسبورت أو سيتزينشيب أخوان هذا الكلام نهائيا مو صحيح هذا الكلام غير صحيح البرحة أنا بعد أن شفت المنشن بما الأخ مناف بصراحة رحت يعني أبحث بمواقع الحكومة الكندية والأمريكية ما شفت هذا الكلام الفيزا باقي وشروطها أي شخص غير مواطن كندي يعني من حاملي الجواز الكندي ما يقدر يدخل على أمريكا بدون فيزا اللي يكون عنده فيزا فيه استثناءات الناس العادين ومشمولين بها فاللي يريد يروح على أمريكا من كندا لازم يتحصل على فيزا الأمريكان عندهم حقوق أكثر في الدخول إلى كندا ما لنا علاقة بهم لكن أنت اللي في كندا إذا ما عندك جواز كندي لا ما يحقلك تدخل إلى أمريكا إلا بفيزا وهذا الكلام لصاحب الفيديو هذا الكلام معيب أنت رجل والرجولة هي كلمة شرف الكلمة وشرف الموقف وشرف الصدق والأمانة يعني عيب تظلل الناس بهذه الطريقة ممكن أن يكون أس تأخذ أطفالها وعوائلها وتعوف شغلها وتسافر مئات الكيلومترات تروح من وراء هذا الفيديو اللي أنت نزلته وبعدين تكتشف أنه الموضوع مو صحيح فالرجان إخوان يعني أنت أيضا معني أن تسوي بحثك الشخصي تتأكد من المعلومة أكرر لا تصدقون بكل ما تسمعونه وتشاهدونه خليكم مع ناس أنتم عندكم ثقة أنه ريلايابل سورس أو على الأقل تأكدوا من ناس ممكن يبحث بشكل عميق عن المعلومة ويضطيك المعلومة مثل ما سوى الأخ مناف مشكورا تحياتي لكم جميعا أخوكم علي خلف من كنا